السلام عليكم اليوم ان شاء الله جزء الثاني تحضير الالتهايد طبعا المقطع هذا ان شاء الله تفاعل الايودو فورم فقط والمقطع هذا ان شاء الله مختلف عن باقي المقاطع لانه يعني لانه تفاعلي اكثر فتقدر تشوف التفاعل كيف حصل بالتفصيل وبتعرفوا كيف و ليش ان شاء الله الان بسم الله طيب عندك الايودو فورم قابل ما نبدأ لازم ناخذ خلفية الايودو فورم عشان يكون positive لازم له شروط تفاعل الايودو فورم المركب يعني اللي بيعطيلك لازم يكون فيبو كربونيل وفيبو الفا كربون على شكل CH3 يعني الالفا كربون ما ينفعش تكون الا CH3 يعني بالمختصر يكون terminal كربونيل يعني يكون كربونيل بالاخير اخر كربونيل كده في الكيتون طيب هذا ال negative اللي هو اي حاجة مختلفة عن الشروط هذي طيب كيف هو ال positive كيف هو ال negative نوصل لهم الان طيب هذا السؤال ممكن نجيب الاختبار السؤال زي كده كيف ممكن تحلم أي المركبة التالية يعطي ايودو فورم positive طيب نبدأ نشوف عندك شروط كربونيل و الفا كربون تكون CH3 عندك هنا كربونيل 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 باقي الالفا كربون في ال CH3 شوف هذي طبعاً الكربونيل هنا المجموعة الوظيفية الكربونة اللي جنب المجموعة الوظيفية هي الألفا كربون فعندك هنا ألفا وهنا ألفا بس هذه أصلاً CH2 وهذه CHS2 فهذا يعطي negative IOT4 عندك هذا مثلاً هذا عندك كربونيل عندك هنا الألفة وهذه CH2 أما هذه CH3 لأنها بالطرف فهذا المركب يعطي positive IOT4 عندك مع هذا المركب الكربونيل مربوط بCH3 هذا برضو يعطي positive IOT4 هذا تلاحظ أن الكربون الأخيرة هي الكربونيل فالألفا هي هذه والألفا يعني CH2 فنون طبعاً إيش المميز بألفا كربون يعني ليش الأيوت4 ما يحتاج إلا ألفا كربون ولازم CH3 يعني ليش لو حطينا CH2 ما ينفعش ثماني عندك الألفا كربون مربوطة في به هيدروجينات صح؟ الهيدروجينات هذين هم الألفا هيدروجين والألفا هيدروجين هذي لهم ميزة خاصة في به في المركب يعني اللي هي أسيدك هيدروجين شفاء في المركب مثلاً هذا المركب وهذا المركب أكثر هيدروجينات أسيدية هم اللي في موضوع الألفا فعندك هذولا وهذا ولبس هذولا أكثر للنوم يعني بالطرف إيش معنى الهيدروجينات أسيدية؟ يعني أسيدك هيدروجين ليش يعني إيش الفائدة؟ طبعاً إحنا قلنا في الأسد الأسد يعطي هيدروجين صح؟ فلما تكون عندك الهيدروجينات أسيدية فالأسد يعطي هيدروجين بسهولة فكلما كانت الهيدروجين أسيدك كلما إعطاءها كان أسهل في هذا المركب مثلاً ليش هذي أعطاها أسهل؟ أفرض الـ CH3 هذي طيّرة هيدروجين أصبح هنا CH2 أصبح الكربونة هذي غير مستقرة بس عدم الاستقرار هذا في له حل الحل هذا أي شو؟ أفرض عندك هذا المركب الآن هنا عندك CH هذي يا تكون CH أو CH1 أو CH2 يعني الكربونة هذي غير مستقرة طيب لما تكون غير مستقرة فتكون الإشارة negative طبعاً ليش negative؟ طبعاً هذي negative مهمة جداً ما نقول لكم إيش طيب أفرض الآن الكربونة هذي غير مستقرة كيف ممكن تصبح مستقرة؟ تصبح مستقرة بالـ resonance فالكربونة لهذا يقدر يعمل resonance مع الكربونة هذي ويعدل الاستقرارية عشان كده إحنا ما نحتاجش أصلاً هيدروجينة عشان كده تكون هيدروجينة أسيدك لأنه إحنا ما نحتاجه هاش أساساً تخلص منه سهل فالـ resonance form تعشوين الحركة السحرية فالـ resonance form لهذا تكون كالتالي يصبح هذا غير مستقر وهذا أصبح مستقر لأنه كون رابطتين طبعاً نتلاحظ هنا عندك شوية البنزينة الـ resonance حق البنزينة كالتالي هذا هو الـ resonance الرابط صنائي كيف تتحرك اللي بعده نبدأ الآن بالتفاعل تفاعل الـ iodoform طيب عندك الآن كيتون طيب زي ما قلنا حقق الشروط الكيتون هذا تفاعله مع ايودين i2 وقاعدة قوية الناتق كالتالي عندك كربوكسليت الـ iod وهو C-H كانت طارت وصبح O سالب وعندك الـ iodoform الـ iodoform الـ iodoform الـ iod كيف حصل هذا التفاعل؟ وين راحت الـ CH3؟ من وين قال O هذي؟ الآن ندخل في الـ iodoform كيف حصل التفاعل؟ بالتفصيل طبعا الدكتور مختار الغرافي ممكن جدا انه يدي لك المكانيزم فلا تستهينش لازم تفهمه وهي أصلا سهلة والمقطع مسهلة لك جدا فنت تتابع بس ما عليك الا انك تتابع و ان شاء الله تفهم زي ما قلنا عندك هذي الكربونين او الكيتون الـ CH3 هي اصلا هنا C و ثلاثة اتشات صح؟ هذول الاتشات اللي هم الاسدك اللي هم الالفا وضفنا لهم زي ما قلنا الرياجنت طبعا كيف مالك منه احنا نتعامل مع القاعدة فايش ممكن يحصل الان؟ كيف ممكن يبدأ التفاعل؟ طرح تلقى الان تستيوب وحطت فيبو هذا المركب وحطت فيبو قاعدة وحطت فيبو ايودين ايش يحصل؟ عندك هذا strong base وعندك هنا الهيدروجينات هذول اسدك صح؟ فباس مع اسد نعم المراقعة للباس والاسد عندك الاسد هو اللي يعطي هيدروجين او يعني بروتون والباس هو اللي يأخذ البروتون القاعدة اللي هنا تروح زي ما قلنا القاعدة تأخذ هيدروجين صح؟ فهي اخذت هيدروجين وكونت ماء طيب انا اصبع عندك هذا غير مستقر ايش يعمل؟ زي ما قلنا ممكن انه يعمل الريزنانس طبعا الريزنانس ما يدومش طويل ليش؟ لانه عندك هنا ايودين جاهز للتفاعل فيدخل هنا ويخلصهم خلاص بدل ما تجلس وتروح 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 والايودين يقوم بالوظيفة فيقي الايودين يمسك في الكربون الغير مستقرة ويعمل معها رابطة طيب مراقعة سريعة اللي حصل جاء او اتش اخذ اتش والايودين جاء حل محله الخطوطين هذولة اللي هو خروق الماء ودخول الايودين هي نفسها تحصل هنا وهنا وهنا فالآن نشيق للساكت وانتم بس تشوفوا ايش حصل فان شاء الله تكون وضحات طيب بس خلينا الان نرتب المركب طبعا عندك النا الميديا لازالت باسق يعني voice يقول لك ال h هذه توقف تتعامل كأنها قاعدة وتروح تتحامل كأنها نوع يعني نرجع للقاعدة اللي اخذناها في اله Gem طيب تعال تعال هنا في المجموعة النظيفة من المجموعة dz مضيه سهل طيب وهنا عندك؟ موجبه ولا سالك break العماية اكيد سيكون سالب فالسالب مع الموقب يروح يعمل مع بعض الرابطة الان كما لاحظنا السي هذي يكون رابطة مع اكسوجين مع هيدروكسيل يعني ومعه الرابطة هذي فلو نأخذها كمثال الكربونة هذي الان عملت خيانة عظمى للأكسوجينة هذي يعني هم كانوا متزوجين الان الكربونة هذي راح تتزوج اكسوجينة ثانية فاكيد الزوج الأول لازم تضارب على حقي فايش تروح تعمل تعمل رابطة والان الكربونة هذي اصبعت غير مستقرة لان الآوة هذي و الآوة هذي يضارب على المنصب طبعا هذي الان لازم تقلل زي ما قلنا عدد الرابط لانه قدوم خمسة ما ينفعش لازم تكونه أربعة فالكربونة هذي تروح تشوف اكثر حاجة ممكن التخلص منها هيكون سهل تشوف هذي الزوج الأولة مستحيل تمشي والزوج الثاني عادة قدفة مستحيل برضه تمشي في عندك حاجة سهل انها تمشي أو سهل انها تطير اللي هي السي اي ثري هذي ليش هذي سهلة لو تذكروا في القدولة الدوري الايودين يعني مش مش خفيف تعال شوف ذرة ايودين واحدة بس هذه ذرة الايودين واحدة في به ثلاثة وخمسة إلكترونة طبعا الكربونة فيه بستة إلكترونات فانت مستوع بكمية الضغط اللي موجود على الكربونة هذي يعني عندك هنا ثلاثة وخمسين ثلاثة وخمسين ثلاثة وخمسين إلكترونة كلهم ماسكنين فهذا ثقيل بره فالكربونة هاي سهل علي انها تكسر الرابطة و تقول له يلا الله معك روح طبعا زي ما قلنا الكربونة هذي اصبحت مستقرة لو نزيد نعدل شوية شكلها تلاحظ انه اصبح معانا كربوكسيلك أسد فتكون معانا كربوكسيلك أسد ولو تلاحظ اسمه أسد صح؟ وتذكروا برضه ان الميديا لازال بايسيك معانا كنا بايس فأكيد البيس يروح ياخذ الاسد ويخرج لك ما زي ما عملنا كل مرة ويتكون معاك الاكسوجينة هذي اللي هي اصلا تكون غير مستقرة طبعا هذا المركب يقلس في حالته هذي بالرغم من ان الاكسوجينة هذي غير مستقرة لكنه يقلس في الحالة هذي ليش؟ لانه الميديا اصلا بايسيك حتى لو قابة اتش هنا ال او اتش يروح ياخذه مرة ثانية ما دام عندك بايس في الديس تيوب مستحيل انه هذا يتعدل فهذا يقلس زي ما هو لو تلاحظ بس لو رقعنا هنا عندك اصلا الكربونة هذي لازالة غير مستقرة لان اصلا ما فتكون اربع روابط بس عادوا معاها ثلعة فايش تروح تعمل تروح تاخذ طبعا عندك هنا تكونت ذرات ما كثية صح؟ طيب اتقي الكربونة هاي تمسك اي ذرة ما وتاخذ من نيتش عشان بس تصبح مستقرة وبكذا تكون تكون معنا الايودوفورم والناتج الاول اللي هو هذا الكربوكسيليت ايون وبكذا نرجع للجنرال زي ما قلنا الكيتون اصبح كربوكسيليت وتكون معاك الايودوفورم طيب بس نرجع للسؤال الاهم اللي في البداية اللي هو ليش لماذا لا ينفع CH3 لماذا لا ينفع CH2 غالبا انتم قد كم دارين لماذا؟ ماذا؟ CH3 هنا موجودة عشان يكون معاك الايودوفورم لو CI3 فتحتاج ثلاثة هيدروغينات عشان تحط ثلاثة ايودينات كده كمنا تفاعل الايودوفورم بس برضا تعالوا نشوف مقطع مع بعض هذا الايودوفورم بالمعمل طبعا ثواني ثواني بربنار هذا كحول صح؟ بس احنا قلنا لازم كربونيل كيف كحول هذا؟ انا اش اقول لك الكحول اصلا لما يتأكسد يرجع كربونيل اساسا انت اصلا ما عملت حاجة الكحول هذا يتحول الى كربونيل فيما بعض والتفاعل يحصل اصلا مع الكربونيل فمش مهم شي انه لما يتأكسد يكون لسه CH3 في موضع الالفة موجود فهذا يعني يطبق القاعدة نلقى اصلا لابدات التفاعل في التستجوب الان سكب البروبان توال وراح حط الايودين هذا الايودين اللي هو الاي تو والان حط القاعدة القوية اللي هي هنا توقع استخدم اللي هي الليلة الليلة حتى لو كانت لاتي يقوموا الى كلام انت تغير يحصل الذى الى الى التفاعل الذي اتتحدثت القاعدة اصبحت غيمة من الرواسب الصفراء بعد ما تستقر شوية ونتخلص من السواعل تحصلين مليان سواعل الصفراء اللي هي الايودا فورم اللي تكونت فالآن يجي واحد يسألك ايش هو الايودا فورم ريكشن تكون قد اكداري وفاهم كيف يحصل بالتفصيل وبكده نكون كمانا مقطع الايودا فورم ان شاء الله كان المقطع مفيد ان شاء الله الاسلوب القديد للشرح عقبكم اللي هي الانيميشن والتحريكات والحيد الوقينات كيف تروح وترجع هذا ان شاء الله ناوي يعتمدها على باقي المقاطر ان شاء الله وبس دمتم سهلمين